نساء ورجال شباب وأطفال وشيوخ سجلت حضورها في مهرجان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الذي أقيم بمركز البرج بتنظيم من جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بسفقس في اختتام نشاطه الصيفي هذا الاحتفال الجهوي باختتام النشاط الصيفي لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بسفقس هذا المهرجان الذي تجند له الكثير من الناس ظاهرين وأخفياء برك الله في جميعا شباب ونساء ورجال وأطفال النشاط هذا يبدأ من السنة التحضيرية قبل سنة الدراسة ثم إلى سن 16 سنة كلهم في مستواه كلهم يحفظوا كلام الله سبحانه وتعالى كلهم مش يحفظوا هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم مش يعرفوا سيرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مش يعرفوا بإذن الله سبحانه وتعالى كل مرة رسول من الرسول اللي هم 25 في القرآن كل عام يعملوا واحد كل عام يعملوا خمسة رسول الخمسة رسول هذوما كيف نضربوهم في الخمسة سنين يوليه التلامذة لكلك بإذن الله يعرفوا يعرفوا الخمسة وعشرين رسول اللي تذكروا في القرآن الكريم حفل ديني بهيج واشحته شعارات تدعو إلى نصرة رسول الله واتباع سنته أناشيد دينية رددها رجال وشباب في مقتبل العمر مدحوا فيها حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوائز وشهادات تقدير وأكبر كانت حاضرة كذلك في هذا الحفل لتكريم المتميزين في امتحانات ترتيل القرآن الكريم بالجمعية بالنسبة للنشاط الصيفي هذه فكرة خارقة للعادة ومبادرة جديدة وإحنا بما أننا ندرسوا طويل قرابة قديش من عام في الميدان التربوي والتعليمي ما لحظناش معناها المبادرة هذه في التعليم خلال السنوات اللي كانت في العهد السابق قبل الثورة وهذه مبادرة عليش خارقة للعادة على الخطر فيها إحياء للسنة النبوية وفيها معناها إحياء للحس الحركي للتلميذ واكتشاف الطاقات انتاعه وكذلك معناها نشوف تليم ذا لكل قرابة ثلاثة لاف ولا أربع لاف تلميذ لكلهم معناها قبلوا أنهم يشاركوا في هذا المنشط الصيفي وحتى الأولياء شجعوا وحبوا معناها القرآن الكريم والسنة النبوية معرفة خبايا ديننا الحنيف حثوا الأطفال منذ نعومة أظافرهم على حفظ القرآن والتقرب إلى سنة رسول الله وتشجيعوا الأولياء على استحاب أبنائهم إلى الجمعية هي من بين الأهداف النبيلة لهذا الحفل هذا ما أثار أعجب ورضا كل الحضور حقيقة أنا كلفت بش نقدم بعض المواضيع في إطار العجهز العلمي القرآن والسنة في بحوث مبسطة للشباب حقيقة الشباب لحفظت أنه شباب مهتم يسر بالجانب هذه عرفوا اللي القرآن الكريم والسنة النبوية ما هماش كتاب تتعب برك في بعض المواضع والإشارات العلمية اللي دي تخلي الإنسان الشاب يقتنع ويتعلق بالقرآن الكريم والسنة أن هذا كلام ماذا يا كلام معجز والقرآن يعاونه باش الإنسان ينظر في الكون ينظر في العلوم ويتثبث بدينه أكثر ويرتقل في العلوم لأنه لا تناقض بين اتباع الدين واتباع طريق العلم والمثابر عليه والدي تعلم برشح حواج تعلم أحاديث تعلم حفظ صورة يسين أهداة بالدخول إلى المنزل أهداة بالطعام الحقيقة لكلها أشياء معنتها جديدة المستها فيه وهذا كله بمجهود الجمعية رب إن شاء الله يبرك فيه إن شاء الله مكان خيري الحمد لله صارت فيه جمعية القرآن تكون فيه الجامعة من قبل وستجالين يزيدا تكون فيه أحسن والحمد لله هذا نهار عظيم يسر وفرحة كبيرة برشا بالأتزاز وشرف لهالحفل البهيج الديني والله أعجبني برشا فيه تنشيط بيه الهدف الأسماء هو أن نربط أجيالنا منذ الصغر بربهم سبحانه وتعالى وبرسؤوني صلى الله عليه وسلم أن تبقى علاقة المسلمين من أول حياتهم عشقا لله وعشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الانخراط في مثل هذه الجمعيات يمكن شبابنا وأطفالنا من التوغل في خبايا ديننا الإسلامي الذي يزرع فيهم قيمة نبيلة ويهذب أخلاق أطفالنا عماد المستقبل لكن تبقى مسألة تمويل هذه الجمعيات محل قلق على ضمان استبراريتها اشتركوا في القناة